ازاي تقرأ كتاب كامل في يوم واحد بشارة تحافظ على نفس نسبة الاستعاب لو كنت هتقرأه بسرعتك العادية في الفيديو ده هنتعلم ازاي نزود سرعة القراءة تدريجيا لغاية ما نوصل لتلات اضعاف سرعتك الحالية الشخص العادي بيقرأ حوالي 250 كلمة في الدقيقة في حالة القراءة المتقنية ممكن تزيد للضعف مع فهم 75% من المعتاد القراءة السريعة هتخليك تضاعف الارقام دي ممكن توصل لتلات اضعاف او اكتر بمعنى تقرأ حوالي 1000 كلمة في الدقيقة لو قراءة متقنية ممكن تزيد للضعف مع فهم 75% من المعتاد وصلت في احدى المسابقات لـ 4,250 كلمة في الدقيقة مع استعاب حوالي 67% في الاول اعمل الاختبار ده عشان تقيس المعدل بتاعك دلوقتي وبعدين اعمل الاختبار تاني بعد ما تخلص التدريبات اللي هقولك عليها جيب صفحة وعد الكلمات اللي فيها او عد الكلمات في سطر واحد واضرب في عدد الاستر ابدأ اقرأ وصغل ستوبوتش لما تخلص الصفحة اقسم عدد كلمات الصفحة على الوقت هتعرف المعدل بتاعك كم كلمة في الدقيقة يلا بينا نتعلم استراتيجيات القراءة السريعة الاستراتيجيات دي هتساعدك تدرب مخك على تحليل البيانات بسرعة وزيادة الاستعاب بعد القراءة السريعة اول واهم حاجة لازم تدرب نفسك عليها هي حركة العيل خلي عينيك في نص السطر او على اقل بين التلت الاول والتلت الاخير من السطر بمعنى اصح ما تبصش للسطر من اوله ولا تحرك عينيك لغاية اخره كلما عينيك تثبت اكتر كلما قرأتك تكون اسرع تاني حاجة في الاستراتيجية ما تنطقش بسرك اللي انت بتقراه في القراءة العادية هتلاقي نفسك حتى لو انت ساكت بس بتقراك كلام في سرك لأ درب نفسك ما تقراش الكلام اللي انت ستعالي ولا حتى في سرك تالت حاجة لازم تدرب نفسك على قراءة كده سطر في نفس الوقت ابدأ بسطرين بس وبعد كده زود رابع حاجة في الاستراتيجية التدريب على الاستعاب مع القراءة السريعة خد صفحة او فاقرة وقرأها بسرعة لو في اجزاء ما فهمتاش طنشها وكمل قراءة عادي وممكن تعلم عليها عايزين نعرف نسبة الحاجات اللي علمت عليها ولمعناها انك ما استوعبتهاش لما تخلص النص خد راحة نص دقيقة كده وارجع قرر التمرين داني حتلاقي الاستعاب المراضي زاد والمفروض انه نسبة الحاجات اللي انت ما فهمتاش قالت بص بقع الحاجات اللي انت كنت معلم عليها وقرأها على ميلك كده وفهمها وارجع قرأ النص تاني بسرعة باقصى سرعة عندك اعمل التمرين ده ولو مرة واحدة كل يوم التمرين ده مهم جدا لانه بيدربك على سرعة الاستعاب من غير ما توقف عند كل كلمة مش هيثبت من اول مرة بس مع التدريب والاستمرار هيثبت معاك خامس حاجة في الاستراتيجية شاور بصباعك على السطر اللي بتقرأه حرك صباعك بسرعة اسرع شوية كده من سرعتك الطبيعية ده هيخلي موخك ينشط اكتر ويجري ورا صباعك يساعدك اكتر على التمرين القراءة الصمتة اللي تكلمنا عنه في الاول الاستراتيجية التانية وكمال هيساعدك تدرب نفسك على الاستراتيجية الاولى انك متبدأش من اول السطر حط صباعك بعد تلت السطر من بدايته وحركه بسرعة اول ما توصل للتلت الأخير انزل على السطر اللي بعده وانت بتضرب نفسك على قراءة كذا سطر في نفس الوقت اللي هي للسراتيجية التالتة صبعك هيساعدك تنفذ التمرين ده حط صبعك عند تلت السطر التاني يعني هتفوت سطره وتنزل على اللي بعده وحركه لغاية التلت الأخير وفي الأثناء دي خلي عينك تلقط السطرين مع بعض اللي هو السطر اللي سبعك فيه مع السطر اللي فوقه بعد كده انزل للسطرين اللي بعدهم يعني في كل مرة هتفوت سطر وتحط صبعك على السطر اللي بعده أهم حاجة ما تفكرش في معاني الكلمات كمفردات يعني كلمة كلمة وبالمناسبة فيه برامج على الكمبيوتر والموبايل بتساعدك تدرب نفسك على القراءة السريعة عن طريق تطبيق الاستراتيجيات اللي تكلمنا عنها ودي بقى شوية نصيح سريعة كده هتزود استعابك وتخليك تخلص الكتاب أسرع حتى لو لسه ما خلصش البرنامج التدريبي للقراءة السريعة أول حاجة اختار كتاب في موضوع انت حبه أو عندك شغب تقرأ فيه تاني حاجة اختار الوقت المناسب للقراءة أفضل وقت هو الفجر لأن النصات الذهني لمخك بيزيد في الوقت ده غير ان بيبقى فيه هدوء وسكون لدرجة انك ممكن تسمع صدقات عقارب الساعة اللي مش هتسمعه بقية اليوم تالت حاجة وفر لنفسك جو ملائم للقراءة مكان جيد التهوية التنفس يكون كويس الإضاءة مناسبة القاعدة مريحة درجة حرارة معتادلة اختار مكان هادي وممكن تستعيد بسداد التودان الهدوء حيساعدك تركز أكتر وبالتالي تخلص الكتاب أسرع ومع ذلك درب نفسك عن الاستعاب في حالة وجود دوشة حواليك الأكل الصحي والرياضة بيساعده موخك تستوعب أسرع اعمل مسح سريع للكتاب عشان تفهم الملخص بص على الفهرس والملاقص اللي في آخر كل فصل ولو ما فيش ملاقص ادي بصك كده على العنوان الفرعية هتقرأ أسرع لما تكون بتقرأ موضوع انت فهمه كلما تقرأ أكتر كلما موخك بيتعلم يحلل البيانات المقروعة أسرع ولو انت لسه جديد في القراية هتحتاج تركز أكتر ووقتها أطول لمعاجد واستعاد كل جملة مع الوقت شرعتك في القراءة هتزيد حتى لو من غير تدريبات بس للسرسيات تاعتنا هتضعف شرعتك لثلاث أضعاف ما تنساش تعمل اختبار سرعة القراءة بتاعك وتقول لنا انت بتقرأ كام كلمة في دي ترجمة نانسي قنقر